أول حاجة نتمنىها طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم وبرحب بوجودي معاك يعني وسعيد بوجودي معاك تنعور الدنيا دايماً ربنا أخذ ديك وطبعاً أول الأمنيات إن المسابقة تكون منتظمة يعني مسابقة الدوري العام من ناحية المواعيد تبقى منتظمة والحقيقة أنا كان نفسي قوي مع بداية إعلان قرعة المسابقة تبقى المواعيد محددة يعني إحنا يمكن لغاية النهاردة ما فيش إعلان كامل للجدول يعني عارفين في جدول بس فيش تواريخ ما فيش تواريخ وده شيء يعني أنا كنت بتمنى إنه من البداية لا يبقى التواريخ محددة ما أراش في المواقع وفي الجرائد وكلام ده إنه في تسريب للأسبوع الأول يعني إيه مش فان يعني إحنا بنقول احنا عاوزين مسابقة زي الدنيا كلها زي كرة القدم على المستوى العالم فتبقى عارف أولا المدرب واللاعب كل أطراف المنظومة وهم بيشتغلوا بيرتبوا نفسهم على المواعيد يعني ما ينفعش إن أنت تبقى عارف هتلعب النهاردة ومش عارف هتلعب تاني أمتى فطبعاً دي نقطة أعتقد كمان إنه الأستاذ أحمد دياب كان قال إنه هيعلن الجدول النهاردة النقطة دي تقريباً تقريباً يعني دي بيها ملاش علاقة بشغلي دي هي علاقة بإني واحد من الجمهور تقريباً منتكلم فيها بقالنا 30 سنة يعني منيجي في أول كل مصر ما هي صعبة قوي كده ما هو سؤال لا هي لو صعبة جداً بالشكل ده يبقى أبسط الأمور يعني إنت إزاي بتفكر أو هتفكر إنك تنظم مثلاً مونديال أو أولمبياد أو غيره لازم الأول إنت مسابقتك للأصلية المحلية تبقى واضحة المعالم أنا بقول ده أمنية برضو أو تقدر تقول هي أمنية قديمة بس برضو بكررها تاني إنه أنا كنت بتوقع إنه مع إعلان القرعة شيء كويس عملت القرعة وفرق عرفت هتلعب بعضها إزاي يعني الترتيب بتاع الماتشاط لكن إمتى ده نقطة مهمة جداً فكان يجب أو كنت أتمنى وحنفضل بقى نتمنى لغاية ما تحصل إنه إيه بقى أنت عارف أعتقد إن ده هيكون مطلب أساسي لكل المديرين الفنيين يعني النهاردة المدير الفني ده ما بيلعبش موراه يقولوا لعب بكرة يلعب لا أكيد بيعمل برنامجه التدريب وخصوصاً الارتباطات الدولية على مستوى الأندية أو مستوى المنتخبات محددة مسبقاً بالزبط يعني كان دايماً بيتقال أصدحنا مش عارفين مطشاط الأهلي والزمالك وفرمت طول عمرنا المسابقات الدولية والحاجات دي بيتبقى محددة ومعروفة طبعاً بنتمنى في أقرب وقت برضو إنه الأمور كلها تبقى واضحة بخصوص مواعيد المباريات لأن ده بقولك أعتقد إن دي أكبر مشكلة بتواجه المديرين الفنيين طيب سنة تانية أفتكر الزمان وإحنا صغيرين إحنا بقى إنتوا كنت لسه يمكن لكن أنا فاكر إنه كان جورنان اسمه التعاون الرياضي كان بيطبع جدول الدوري كتايب صغير جداً وإحنا أطفال كنا بنشتريها وبنقعد متابعين وبنسجل فيه النتائج المتشاط ده الكلام ده من زمان جداً فإيه المشكلة حنقول فيه ارتباطات وارتباطات دولية وأفريقية وقرية والكلام ده كله بس برضو لازم يبقى إحنا عندنا على الأقل إحنا عارفين الأساسيات أي فندم أنا أعلنت عن بداية ونهاية يعني أعلنت أنه الدورة يبتدي 18 وهيبتدي 30 إيه اللي في النص بقى إيه اللي يمنع بما أن أنا عارف أنه المسابقة محددة المدة هتبتدي يوم كذا وتنتهي يوم كذا وعندي فيها 34 أسبوع لا وأنا عارف مثلاً أنه الشهرين القادمين مش هيبقى فيهم حاجة مزبوط وإحنا دلوقتي يبقى فيهم كذا ألم طبعاً بس يعني ماشي لأ لغاية مثلاً وقت شهر شهرين إيه أنت عارف أن أنت عندك الوقت المتاح بالنسبة لك تلعب يوم كذا من ضمن الحاجات إحنا بنتكلم على أن الدولة النهاردة بتنادي أو بتطالب بأنه المتشاط تلعب نهاراً عشان الكهرباء تمام ده شيء جميل وإحنا مع هذا الاتجاه طالما حاجة بتخدم البلد إحنا معها طيب ما تعمل النظام بتاعك ده وطبقه بقى يعني أنت عايز تلعب ماتشاطك اعمل الجمعة والثبت والحد مثلاً تمام ماتشاط الدوري يعني قل أنت حتبتدي الأزواج الأول ثلاثة واربع هكتفي بجزء ده في جزء تنظيم المسابقة ترجمة نانسي قنقر